إذن مشاهدين إلى آخر فقرات مساء الإمارات لهذا اليوم وهي فقرة شباب الدار ولعل من أكثر الهواية جمحة ومغامرة هي هواية ركوب الدراجات النارية أكيد استطاع الشباب الإماراتي أن يجعل من هذه الهواية تنظيم رائع بنظم وقواعد يجب الالتزام بها لمن يحب أن يمارس هذه الهواية طبعا هذا الموضوع أنا أدري جدا أنه يهم زميلي عبدالله إلا صح وين عبدالله؟ أنا بروحي في الستوديو خلنا نشوف عبدالله وين عبدالله وينك؟ حياة شاء الله خديجة نحن موجودين طبعا ما زلنا قريبين من قناة الضفرة ولكن في الخارج هلا بك عبدالله شعندك اليوم شباب الدار خارجي عاد اليوم اليوم معانا ما شاء الله الأستاذ عبدالخالق العوضي نعرف به الجمهور أول شيء واليوم مع كوكبة من شباب الدراجات اللي نسمونهم الآن بايكرز حياك الله أستاذ خالب أهلا وسهلا بك طبعا أول أرحب فيكم واشكركم على اللقاء هذا طبعا نحن شباب من هوات الدراجات من هاوين الدراجات وحابيننا نطور ونعطي فكرة جيدة عن الدراجات وعن قروبات الدراجات والناس اللي القائدين الدراجات وطبعا نحن في المرتبة الأولى عن السلامة على الطريق وسلامة قائد الدراجة وقائد السيارة في نفس الوقت وهذه من مهماتنا طبعا ومش صعبة علينا ولا صعبة على الجمهور لكن قد ما نقدر نحاول أن نوصل فكرة جيدة وفكرة إيجابية عن الدراجات وعن استخدام الدراجات في دولة الإمارات طبعا ربي حفظك نحن معنا كوكبه ومشاء الله من الشباب الموجودين معنا اليوم بنتعرف في مشاهدينا على بعض الدراجات اللي موجودة الآن جابولة لنا الشباب نتعرف عليها بشكل أكثر وكل دراجة شو اللي تسوي بالضبط وأين تستخدم ومن ثم إن شاء الله نأخذ أيضا قصد آخر مع الأستاذ عبدالخالق للتعرف أكثر على هواية الشباب وماذا يقدمون والرسالة اللي حابين يقدمونها لمجتمع دولة الإمارات العربي المتحدة معنا أول دراجة مثل ما أنتم شايفين الآن والأخ معنا تعرف عليه عبدالله علي العلي عبدالله علي عبدالله تعرفنا أكثر على دراجتك والهواية من خلال هذه الدراجة إن شاء الله هذه الدراجة بسم الله الرحمن الرحيم الدراجة هذه هوندا جولدوينغ رحال يسمونها طبعا مواصفاتها إن هي 1800 سي سي وكاملة المواصفات مريحة ومعمولة للطرق الطويلة وللسفر وموجودة طبعا يكون فيها مكان للسفر للشنط للثياب لكل شي يعني كأنك أنت عندك دراجة متكاملة من كل الأنحاء ماذا عن مبدأ الراحة فيها هل على الطريق أنتم فعلا ترتاحون ما توجهوا مشاكل يعني هذه أريح دراجة وأكبر دراجة بين الدراجات الثانية ستة سلندر وفيها كل المواصفات الرفاهية والراحة تثبيت سرعة هيدروليك كل شي كل شي كل شي من كل النواحي ما شاء الله هذه هي اختيارك الأول والأخير ولا في شي ثاني هذا والله يعني مثل ما أقول لك أن أنا ماء يوم بديت بديت بالدراجات الصغيرة وهذه آخر مرحلة أنا وصلت لها يعني يعني عشقاخ الآن القولد وينغ الله يحفظك يا رب شكرا شكرا يا عبدالله عفو إذن كانت هذه القولد وينغ وهي أول دراجة تعرفنا عليها الآن في دراجة من نوع هوندا ننتقل للدراجة أخرى ثانية ونشوف معانا من ويانا صلاح عبدالله صميطي نعم فيك يا خياء صلاح صلاح تعرفنا على دراجتك بسم الله الرحمن الرحيم كوازاكي فولكن فاكيرو 1700 DC V2 والدراجة كلاسيك على تورينغ يعني تقدر تقول ثنينة في واحد يعني لتمشي وأيضا تقدر استخدمها في الخطوط نعم نافس الهوندا والله مستحيل لكن الأمور طيب الحمد لله شو الفرق بينه وبين الهوندا الهوندا خمس غيار الفيتوين الفاكيرو ست غيار ومريحة على الخط طبعا اللهم الشناط ونفس المواصفات هنا ما فيه فرق وايد لكن فيه في ناس يحبون الدرجات اللي تكون على الشكل اللي هي هاي الكلاسيك وفيه شباب للراحة أيضا يستخدمون القولد وينغ نعم وهي طبعا بعد الكلاسيك مريحة فكل واحد شو اللي هاوي وانا من بدية الحمد لله الكلاسيك يعني ربي حفظك يا ربي الصاح شكرا جزيلا لك هذه الدرجة ثانية كانت مشاهديننا ننتقل الى الان نوع جديد وهو السبورت ما نشوف اذا تستخدم داخل الشارع او في حلبات السباق ما نتعرف اول شي على قائد هذه الدرجة جاسم حمد الحمادي جاسم خبرنا شوي عن دراجتك والله مثل ما انتو شايفين دراجتك سوزوكي الف سي 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 سبورت رياضية ما عدل فيها شي ولا هي ابنها طبيعي من الوكالة لا اشياء بسيطة مثل ما انتو شايفين تطويلة الشاسي تطويلة على رأي تطويلة الشاسي الهدف الرئيسي من تطويلة الشاسي ايضا بناخذه على الكاميرا اخونا احمد تطويلة الشاسي هذا الشاسي ما يكون بها الطول لكن تطويلته شو السبب والله شكل وتكون ثابتة على الملحنيات على اللفات وعلى الخطوط ايضا تكون اريح هي على الخطوط ومثلا يوم تمشيها تكون ثابتة اذا هاي الدراجة ايضا من نوع سبورت وتستخدم الان داخل المدينة طبعا تعرفنا عليها من خلال اخونا الان بنتقل الى الدراجة الثالثة واللي هي فيها تعديلات كثيرة مثل ما نشوف الان نتعرف اكثر على هالدراجة اللي انا ما عرفت نوعها صراحة للحينة محمد الكعبي محمد شو الدراجة اللي عندك هاي السزوكي بالفارد 1800 سيسي فول كاستم من التاير للتاير الدراجة بالكامل معدلة صحيح فول كاستم دراجة ما شاء الله وين معدلة هني داخل دولة الامارات نعم في الامارات وين معدلينها عند شباب سوي لكم دعاية ترى ولا انتم معدلينها بروحك لا يلا عند شباب هاي التعديلات انت يبونها من برع ولا يتم تصنيعها داخل الدولة والله تصاميم وافكار الشباب وتم التعديل هنا في الدولة ماشا الله والدراجة شو الاستخدام مالها الحين بعد هذا التعديل اللي سويت عليها الدراجة لشو بايك ما تنفعها لرايد لرايد طويل ما تصلح يعني الان الدراجة هي مصممة لعمليات العرض خط فيها سباقات شي هاي نعم شو فزنا فيه شي خدنا اي بطولة هاي فيه بطولات ماشا الله وين في الكويت شو مركز مركز الثاني الثاني والان بتدخل فيها ايضا في مصابقات يديدة ولا بتعدل عليها بعد لا فيه تعديلات ثانية ان شاء الله شوف ان شاء الله طرح لنا صور على التواصل الاجتماعي هذا الله رات محمد مشكور ان تمنى لك توفيق يا مرحبا يا خوي المشاهدين مثل ما شفنا هاي اربع انواع دراجات مختلفة بنرجع معكم مع اخونا يعني عبدالخالق العوضي يعرفنا اكثر على رسالة هذه هذه للشباب وقيادتهم للدراجة هي هواية وهي حب لهذا وعشق للريح طبعا طبعا هواية الدراجات يمكن صار ل سنين بدت تتطور عنا في دولة الامارات فيه قروبات طبعا مسجلة في الاتحاد وفيه قروبات اللي هم هوا الهوا طبعا نحن قد ما نقدر نحاول ننضمهم للفرق اللي هي الاساسية في دولة الامارات طبعا نختار العمار لصغيرة اللي هم شوي نقول شوي متهورين ممكن يكونوا متهورين هاي شباب الصغرية في سؤال هناك من يرى المجموعات الدراجات مجموعات ويرى في ذلك انه ممكن تشكل خطورة او ان هذه المجموعات سبب مشاكل نحن نبغي نعطيهم الرأي الصحيح ان المجموعات ماذا تمثل بالعكس المجموعات هذه كلها مجموعات ملتزمة ملتزمة جدا كقائد فريق كمنسقين في الفريق كإداريين الفريق الجماعة هذه الكلمة طبعا مشرفين على سلامة الفريق على السلام والامان في الفريق نعطي طابع حلو للجمهور وللناس اللي هم يعني يشوفون ان الدراجات هي للفوضة او للسرعة وهذا انهم يغيرون رائم او يغيرون الفكر ان الدراجات هاي هي اول شيء هواية بعدين رياضة بعدين منتشرة على مستوى العالم وفي مسابقات وفي بطولات عالمية وفي اكثر من شيء يخص الدراجات وعننا والحمد لله رب العالمين في الدولة بطولات مش نقول سنوية تقريبا شبه شهرية ان كان على مستوى امارات الدولة كلها طبعا صار فيه تنافس بالنسبة لاصحاب الدراجات كان في الاول اللي هو التزويد الانجين والشغلات هاي الحين لا تغير الفكر الى تجميل الدراجة بالاكسسوارات الى هذا ودخلون المسابقات وتنافس اللي تكون دراجة طبعا مميزة في العرض بطولات طبعا في المركز الاول والثاني وثلاث جوائز قيمة في اكثر من فريق طبعا في دولة الامارات شاركوا في دول الخليج في الكويت في قطار في دراجات راحت لامريكا في الان انتو كمجموعات تأخذون الدراجات هذه تطلعون بخطة ولا تطلعون بشكل عشوائي خبرنا عن الطلوع وعن عملية المحادثة اللي تتم عن طريق الاشارات داخل الطريق طبعا يكون فيه تنسيق اول شي نحط خطة الخطة الاسبوعية نجتمع بالقروب كامل مثلا شو رايكم مثلا الاسبوع هذا منطقة الفلانية اول منطقة الفلانية نشوف الاختيار الانسب للقروب فيه تجهيز طبعا قبله بيوم او يومين اذا كنا رحل رحلة طويلة فيه تجهيز غير ذك اذا داخلي داخل الامارة مثلا داخل الامارة الدبي او الشارج او هذا فيه يكون تجهيز بسيط طبعا الاشارات هذه انا دايما نركز عليها اشارات التوقف اشارات الانطلاقة اشارات الخطار هذه طبعا ضرورية كقائد فريق او كقائد للمجموعة هذه دايما يركز عليها وحب قبل ما تحرك انه انبه الشباب انه انتبهوا بتكون فيه اشارات من اول دراجة لغاية اخر دراجة الكل ينتزم بالاشارات اشارات دولية طبعا هذه اشارات دولية الكل لازم يحفظها بالنسبة للمسيرات والشغلات هذه طبعا نحن دايما نحب نشارك ان كانت مسيرة ان كانت فعالية ان كان يوم وطني ان كان اي شي دايما نحب نعطي صورة جميلة وصورة ايجابية للناس عن الدراجات واصحاب الدراجات والتزامهم بالقوانين والقواعد المرورية في كل طلعاتهم في كل المناسبات وفي كل شي دايما ماذا تقول اخوي عبدالخلق لمن يعتبر الدراجة عائق في الطريق وانما الدراجة هي مثلها مثل السيارة مثل اي شي يتواجد على طريق هم رخصة من الدولة طبعا الدراجة اول شي ما يسوقها اي واحد لا يحمر رخصة سواقة طبعا بيشكل خطر على نفسه وعلى الاخرين يعني بالاكس صارت الدراجات يمكن في كل بيت في دولة الامارات الكل هواها والكل حبها يعني نشوف فرحة الناس لما نشارك في مسيرة ونشوف كيف يلتمون على الدراجات واللي يبغي الصوار واللي يبغي هذا وفي ناس يقولنا يقولون نحن والله حابيننا نشترك وياكم شفنا التزام شفنا الشباب ما شاء الله كلهم شباب كبار وملتزمين وحتى الصغار صاروا ملتزمين ويعطون صورة حلوة عن اصحاب الدراجات حتى الدراجات اللي كانت هي السبورت اللي معتبرين يعني اساس الفوضاء او شي صارت بالعكس الحين اصبحت جميلة اصبحت تشارك في بطولات جمال للدراجات اصبحت يعني ما شاء الله بدأ الفكر والوعي ينتشر من بين الشعب ومن بين كل الناس في دولة الإمارات وصارت هواية حلوة والكل يحب يتخل فيها والكل يحب يشارك فيها طبعا من المشاركين فيها ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق دوم وشكرا للشباب الطيبين اللي هم طبعا اليوم تواجدوا معنا اخويا عبدالخالق يعني اليوم مفادنا بان هذه الدراجات النارية ليست هي عملية فوضى او فقط رغبة في القيادة وانما هي عملية هواية مثلا مثل اي رياضة اخرى دولة الإمارات الان بدت توفر ووفرت الكثير من المراكز ايضا لممارسة هذه الرياضة بمختلف اشكالها ولكن هناك اختلاف في نوعيات الدراجات والتي تستخدم للقيادة داخل المدينة او على الطرقات السريعة وايضا طيبة ومع اخوي عبدالخالق العواضي نشكره ونشكر جميع الشباب شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق وما قصرت الصراحة اذا مشاهدين انا من هنا اقول لكم ان شاء الله الى ان اراكم غدا في امان الرحمن واترككم مع زميلتي خديجة لانهاء البرنامج وشكرا كل الشكر زميل عبدالله ويتكلم اكثر من الضيوفها ما شاء الله عليه متحدث طبعا من خارج استوديوهات الظفرة الى داخلها نتمنى ان الحلقة قد نالت اعجابكم قبل ان اختم اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام واكيد رقم الواتساب اللي بينكل شوي اسفل شاشتنا اللي هو 0561538644 ولا تنسون المسابقة الاسبوعية بعد ترشفون فيديوهاتكم للواتساب ونحنا بنحملها على يوتيوب الضفرة واكثر فيديو يحصد نسبة مشاهدة بيفوز معنا ان شاء الله بألف درهم اماراتي تقدمت الضفرة الى حلقة تلغت في امان الرحمن كنوا بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة